أدعو الجميع أن يعني أن يواعوا الله سبحانه وتعالى وأن يخشوا الله سبحانه وتعالى وأن يعني يتعاون على البر والتقوى يا إخوان هذه البلاد تبنى على العدل تبنى على رفع الظلم تبنى على المساواة بين الناس وهذه الدولة إن لم تبنى على شرع الله سبحانه وتعالى ومنهاجه ويكون الحاكم فيها هو شرع الله سبحانه وتعالى لأنه يا أيها الإخوة يا أيها الأحباب والله لا عدل مثل عدل الله سبحانه وتعالى عدل البشر ميوازينه تختلف العدل هو الله سبحانه وتعالى العدل المطلق هو شرع الله سبحانه وتعالى فإذا لجأنا إلى غيره من شرائع الدنيا ومن شرائع الوضعية في هذه الحياة فقد ظللنا الطريق وضيعنا ما نريد